كما أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا حول تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة فيما يلي نصه أقدم تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير سعودي الجنسية على قتل عادل بن سليمان بن عبد الكريم المحميد سعودي الجنسية وذلك بإطلاق النار عليه على إثر مشاجرة جماعية وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجان المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر الملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجان المذكور وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا في الجاني تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير سعودي الجنسية اليوم الثلاثة الموافق للسابع عشر من شهر محرم عام ثمانية وثلاثين واربعمائة وألف من الهجرة بمدينة الرياض بمنطقة الرياض